لعمل تأثير مثل هذا الأمر بسيط جدا تابعوا معي نضغط ضغطتين على هذا القفل ثم نضغط OK نضغط على الصورة بالزر الأيمن للفأرة ونختار Deblockade أو نضغط Ctrl Z حرف G من لوحة المفاتيح لما لا تظهر له خاصية Adjustment يتوجه إلى Windows ثم Adjustment نضغط على Hue and Saturation ثم نقوم ببعض التعديلات نضغط على الصورة ونضغط Adjustment من جديد هذه المرة نختار Curves ونقوم بالتعديل حتى تتوزن الإضاءة أو شدة سطوع اللون على البشرة نضغط على الصورة ونتوجه مرة أخرى إلى Adjustment ونختار Selective Color كملاحظة أنا أعطيكم الفكرة وأنتم لكم الحرية في التعديلات فليست كل الصور لها نفس الإعدادات نختار أداة Pen Tool ونقوم بقص العينين للتعديل عليهما نضغط بالزر الأيمن للفقرة ونختار Make Selection ثم نضغط OK أو نضغط Ctrl Z Enter من لوحة المفاتيح الآن نتوجه إلى Edit ثم Copy بعدها نضغط Past نسحب Layer العينين إلى الأعلى نضغط على Filter ثم Sharpen بعدها Unsharp Mask ونقوم بالتعديل في شدة وضوح العينين نقوم بمسح جوانب العينين نعمل Mask ثم نختار أداة Brush تأكدوا أن يكون لون البراش أسود الآن نقوم بمسح جوانب العينين ترجمة نانسي قنقر بعد الانتهاء ننشئ Layer جديد نحوله إلى Color نختار أي لون نريد لتلوين العينين نعدل في شدة الوضوح نضغط على layer ثم ctrl u ونعدل في لون العينين ترجمة نانسي قنقر